السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 في حلقة جديدة من سيفر أرت ماينر وبركاته نحاب أشكركم على دام رجاء في حلقاتها ماضية أعطيكم ألهف عافية شكر نزيلين لكم حلقاتنا اليوم هذي رح يستير فيها تحديات مرة مرة كثير رح يستير فيها تحديين تحدي السباي حق الأحسنة يجهز لحصانة من الحلقة الماضية والتحدي الثاني رح يكون حين تحدي عادر الي يكتر التنين بأسرع وقت صراحة أنا حاب أدخل وأشارك ليش يمكن يقولي فرصة أني أفوز فهنقول بسم الله قرأت المشكلات هذه حقت الكاتبه هنا طبعا جائزة من قدل قبل مطورة تخيلوا يعني بمن أنا ما عندي قدل مطورة فكويس لو فست فيها بس يظل أنه لازم ألاقي قدل قبل مطورة في تعبي وجهدي هي هذي في تعبي وجهدي بس لازم ألاقيها لازم ألاقيها مع لي الشباب بس لازم ألاقيها في عندي خطة صراحة نجهز لها تمام مشوف أش رح يصير معنا رح نفوز ما رح نفوز نكتر بأقل من وقت مش كما مدينا أعرف النتيجة اللين ما شواب كلهم يخلصون فرح يسوي لي علينا وأكتب ورقة وحطها في المكان هذا ونشوف عاد حظنا إش رح يسوي معنا يعني هل رح نفوز ما رح نفوز ما رح نفوز معدي صراحة ألمهم مجهز لي كم شي هنا تمام وشي بروح يشتري من السبون الي هو الفاير وورك رح يشتري من السبون اليش رندر كذا مرة ناقصة حطها 18 رح يشتري من السبون الي هو المشي لأنه ممكن أطرني أطير للتنين وأذب وألحقه في البو وأذبحه فهمتوا عليك في السيف كي يدامجه أي شيء رح رح أوصل على البيت أوكي خلنا أخذ نحط الدامج ناخذ سبع ستاكات واعدين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبب ما أظن رح يأخذوا مني أكثر من كذا أو ما رح يأخذ وكشترت سبع ستاكات ما أظن التنين رح يحتاج أكثر من كذا فالحين اللي أبيه إني أروح محل بوشنات حق السبيد أنا عندي بوشنات بالبيت أوكي بس للاحتياط أشتري لي سترينك ثو أشتري لي أنستل هيلث لأنه التقريبا الاستراتيجية اللي حاطة براسي فيها تفجير وتفجير مو من نوع واحد من أكثر من نوع من نوعين تقريبا دخلنا على المحل هذا أوكي هنا عندنا إيش هذا انفيزبلتي ما أبيه فارس والله فارس إستن أبيه صراحة أوكي أظن الستاك بحب الدامد نايس 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 خلني بس اندرشست مفرند نو اندرشست هنا أوكي كويسنا جايبين معنا واحد خنحطو أو في اندر والله يا سبيد لو تحطنا الاندرشست فوق يكون شي مرت ما شفتشي طيب تسعة خنشوف أول شي احت خنأخذ هم رح أكثر من خمس دقاء أكثر من ثمن دقائق ما رح ياخذ فارس إستن فثمن دقائق أظن يكفي فرح أخذ واحد فارس إستن تمام سبيد 2 ما احتاج سترينج احتاج سترينج خنأخذ هذي كم من بعد ثمن دقائق كفيني واحدة كنت باخذ زيادة هذي سلو فولنج ما احتاجها خنشوف هنا ايش فيه ما اظن فيه اشياء ثانية طبقنا أخذت اللي احتاجه تقريبا كله درون خلينا أخذ اثنين زيادة شي اسمه انست الهيلث تمام اثنين انست الهيلث نحط هذي هنا حلو الآن ضبطنا وضعنا من ناحية إيش البوشينات او صحيح ما قلت لك القوانين هنا ممكن ما تعرفوها وممكن شايفين عند الشباب القوانين هي اسرع واحد يكتل تنين من وقت ما تحط رابع اندر كريستل يبدو يحسب الوقت الين ينتهي البار حق التنين بس انتهى البار كده خلاص مات التنين طفي الوقت فهمتوا علي كيف هذي القوانين اي مديني يستخدم اي شي فراسنا كل واحد وستراتيجيته فاسف اني ما قلت لك القوانين في البداية لكن تويتذكر طبعا ممكن لاحطوا اني مجاهز الكرافتنج حق اندر كريستل اندر كريستل شايفينها اه راح استخدم اندر كريستل في الفايت اه بالاسبابårقدرح تشوفوهها غير كذا يستخدم الي هو السراير تقريبا السراير دمجها مرة مرة كبير فهمتوا علي كيف كيف انه لما ينزل يفضل اني احسن من ما اضربه بالصيف اني ادمجو في السرير بس يبغالي ما يتحمس الزيادة واني على الاقل اني ابي بلوكات قدامي وافجروا من بعيد سرير عشان ما يتفجر علي فهذه استراتيجية من الاستراتيجيات تي ان تي ما اوظن استخدم لانه راح ياخذ وكس كثير انه يتفجر فاسعب التين تي هذو استراتيجياتي الثنتين الاندركريستل والسراير في شي زيادة احتاجه صراحة اللي هو السنو فراح اجمع سرير لحين السنو عشان اكسر الابراج وغير كذا راح سوي لي قودن الابر الزيادة لانه بسان قولد ما عندي اصلا فاي بغال اسوي قودن الابر الزيادة تهيالني بسرعة يعني يعني على وعسل فجأة اندرمند ترامل علي واتجي الباكت ماي واموري طيبة هاي جهاز وضع على السريع ونرجع لكم عشان نجلد اثنين فاسرة وقت بسم الله اوكي وصلنا الاندي يا شباب وقل بسم الله مر متحمز جمعت كل شيء حقدي او يا رب يا رب يا رب ما نجيب العيد يا رب ما نجيب ودي هذا حطو هنا لانه ما الام مفايدة شفل او شاسمه لا ضبطنا البويشنات سيري عندنا مساحة ما ننزل كم سرين من هنا فخلنا نزل كم سرين ور令 نحن نحتاج كم سرين ما رح نزل السر الين شو اسمو لا ما نكسر كل الابراج طيب رح طلالكم تايمر ف مكان في الشاشة اوكي مادري وين لكن رح طلالكم تايمر اوكي بعد ما احط الكرسل الرابعة فانتو علي كيف فا او رب احط البر هنو خلاص منحتاج لهذا طيب بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الان رح ابدا عليه بول زي كده والله يا انه تيرني طي طي نزل الخطاط المال الثاني الليل هي تقريبا نزل كم سير فس اوكي تمام اوه اوه انا انا اوكي ترجمة نانسي قنقر 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 بس انو شبحتو.. لون و كذا.. و امامة.. و ليش الي.. قناة ادي صراحتا.. م... ما راح اثبت على الحصان حالياً اوكي اولين ا شوف اللحصان سريع راحظال الزاوج اولين السباق عادوا يشوف عندما يبدأ السباق ايش راح يكون سريعة الحصان حقي اذا جاني افضل من عندي هذا راح ااخذه اذا ما جاني افضل راح اظل على الحصاني هذا ونقول بسم الله ونقول بسم الله ان شاء الله ان شاء الله توفق صراحتا بالسباق طبعاً في قوانين راح سرع بالسباق راح يقول لها سبيد لما نصور فببعت كلمة نحن عن شيء إلا أنا بالسباق ونشوف عش راح سرع معنا أوكي ورجعنا لكم مع الشباب عشان نشوف مين أسرع واحد في الأحصنة بأرت ناينر هلا 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 في عصور هنا مو بحصان طيب شوفوا الفكرة كالآتي خلنا نشرحها السريع ونقول لكم وش جائزة يا عيال ما نجم معناكم كذا لازم نكون في جائزة قيمة ولكن قبل ما نوريكم الجائز الفكرة بسيطة سباق أحصنة في عندكم حواجز عندكم عوائق تحاولون توصلون الفكرة هي أنه راح نوقف عند الجدار الأحمر هذا إلى الآخر ينعد إلى الثلاثة ننطلق أول واحد يوصل للجدار الأحمر ويصدمه راح يفوز طبعاً أنا شغلت الحين الريبليمود على شان لو صارت خلاف أنا سوصلت أول ما وصلت أشوف الريبليمود وعرف مين توصل أول ممتاز حسنا كذا هذا بالنسبة للفايز الأشياء الممنوعة أنك تضرب اللاعب بيدك اللي جنبك كل شي هذا ممنوع تضرب اللاعب أو الحصان معاك سنارة تستخدمها في كل راوند لتحقها ليت تنكسر ومعاك وشي برضو ممنوع هو أنك تطلع على الأبيض البلوكات البيضة هذه أو تطلع من الحلبة إذا طلعت منها راح تعتبر أي شي ممنوع تسويه تعتبر أنك خسرت الريب نظام البطولة راح يكون عبارة عن اللي يوصل ثلاث نقاط هو الفايز نظام النقاط كيف راح يكون راح يكون سباق من البداية إلى النهاية اللي يفوز راح يكسب نقطة إذا في واحد كسب نقطة أو ثلاثة كسبوا كل واحد نقطة الثلاثة اللي ما كسبوا ولا نقطة اللي نهزموا في أول ثلاث راوندات راح يطلعون في واحد كسب نقطتين وواحد ثاني كسب نقطة واحدة راح يطلعون الأربعة ويبقى ثنين طبعا الباقيين اللي يبقون أول واحد بهم يوصل ثلاث نقاط هو اللي راح يفوز ممتاز سيفوز ممتاز رح يbungّن طبعا طبعا راح يفوز على جائزة مقدمة من سبيت العربية اللي عودتاني مرة الموين ها الموين ها الموين ها الموين ها الموين ها الوين ها الـ يا موين ها الهي ها أفوato موين ها اي شيء اختار معده ايرون و دايمون نذرات و امرو غير الاورات يعني اي شيء حقبل ممتاز 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 حلوة الجائزة اذهبوا يلا جاهزين يلا 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 تشكين كلهم رحلوا سابق انا اذهبوا للنص انا لا بيرقى ذاك الناس ستبعد من السباق ماذا؟ نطيخني ما نطيخ شكو بتحيبه واحد اثنين ثلاثة تنطلقون لا واحد اثنين ثلاثة اوه اوه اذا سليك سريع تكفى اي يا عيون ايوه اوه 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 غزل حصان اللي ياخذ الله يعني قلت لكم بيكي.. بيكي هو الفائز بيكي يا سيئة يا أخي حصاني فرص الطريق قاعد يوقفك يا خير حبيبي أنا فجأة وقف في سوق أمه والله يالله كيس بيطر ونطبخ أنا قام يغز الإحصاني أنا بطيء إحصاني والله في لحظة مسكتوني كلكم يا عيال لا تشبك بالقوة لا تشبك رفع غزال يالله جاهزين يالله 2 1 1 1 1 1 2 3 جميعا 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 ساروكس ساروكس أخر لا 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 تعم يقعد يوقف يكل عذر الحصان عذر الحصان او الاول يا عيال اوه اخش ثالث ثانية من رأس ثانية من رأس ثالث ساروكس يا الله هذه حصاني العصاني العصاني العاصل 1 2 3 سالوكس حسنا عادي غالي شوف رجوله وانا لا لا ديابره الله يقل عم بالحصان يا شيخ يا أخي الحصان ما يدقر إلا على اللفة ذيك الله يقل جي 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 بالباقي الله يعطيكم العافية جي جي طوروا أحصلتكم وارجعوا لي جوف 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 لا 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 والله 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 يصير معك لا بارك الله فيك بارك الله لا لا ماليش اللعب بالذكاء مش بالسرعة يا خبار اللعب بالذكاء ماليش أنا فصوليا نحب حصنتنا صح فصوليا نحن نحبها يب يب جاهزين أوكي أصلا عادي تهينا اليوم بخسرتين ش نسوي عاد يعني حاولنا وكذا لن تضبطوا معنا المهم بكثير غلطة سويتها وأنا عرفها واعترف فيها لكن من ناحية الحصان صراحة المالة كان في عندي وقت اني راقي كثير أحسنة زين الناس ما شاء الله يعني الحصان الأحسنة حق الشباب مرة مرة سريعة فعشان كذا روحوا تابعوا كمالة السباق عند الشباب أوكي وتقريبا نهاية الحلقة يعطيكم ألف ألف عفية على المشاهدة كمالة السباقات شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر شكرا لكم